فكرة السياسية تقول كده هو اي مشكلته ومشكلته بيقولك انا عندي مشاكل امنية في حدودي انت بتيجي بتهددني انت قريب مني للدرجة اللي انا مهدد بالتالي ده الحلول هي ان احنا نقعد نتكلم الان انا اما ان يكون هناك حرب حرب بقى بجد او يكون هناك حرب بجد يا هيكون ملا محا ايه لا ده كوارس ده ده ما نخش بقى في كوارس خلاص ده هم ونيت ووجهها اللي وجه هنعمل ايه بقى احنا هنعمل ايه طبعا هو ما بيقولش ده طبعا هو لما هدد في بداية الازمة طلع الرئيس الفرنسي قال فيما معناه ان احنا برضو مش قليلين لا انت قليلين كنت انت دولة نووية اه 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 بس انا بقول لأوروبا كانيته اه اه هي المشكلة انه بوتين ما عندهوش ما يخسروا هم عندهم ما يخسروا يا سيدي فيه ضغوط داخل ألمانيا عشان الانتشار الأملي اه بزب يعني عشان المستشار ألمانيا ما ياخدش خطوات متقدمة ضد روسيا لانه الشعب عايز الغاز هل هيموتوا من البارد اه طبعا المسألة مش بس انه اوروبا احنا عندنا وطبعا عندكم احنا عارفين انه انتوا عندكم ولما هتستخدموا هتستخدموا ضد الضعفة واذا حصلت معركة هيبقى فيه روسيا هتبقى متقدمة بخطوات عليكم والصين هتدخل مع روسيا يعني الصين مش تقعد محافظة كمان على حياتها ده قوي لان الصين هتبدأ تاخد ما هي اتحركت من ناحية تايوان ايه هو الوقت ده اللي عايز ايام الحاجة هيعملها فقم ايه يعني نتيجة انشغال القوى الكبرى بالأزمة دي ممكن نلاقي تغيير في ملفات تانية مختلفة طبعا طبعا اللي عنده ملف مستعصي وملف صعب يتوكل على الله ويتحرك مدغوط عليه طبعا مدغوط عليه من دول كبيرة وما عندهش مشكلة انه يخلصوا يخلصوا الآن طبعا لانه هم في أزمة كبيرة جدا